أكد قداسة البابا فرانسيس في ختم مقابلته العامة مع المؤمنين حزنه أمام الأنباء الواردة من لبنان حيث أسفرت عمليات القصف المكثفة عن الكثير من الضحايا والدمار وأعرب الأبو الأقداس عن أمله أن تبدل الجماعة الدولية كل الجهود الممكنة من أجل إيقاف هذا التصعيد الرهيب والذي وصفه قداسته بلير المقبول كما أكد البابا فرانسيس قربه من الشعب اللبناني الذي سبق له وعانى كثيرا من الحروب طيلة السنوات الماضية وقال ما زلت أتابع بألم وقلق بالغ اتساع واحتدام الصراع في لبنان الذي أصبحت رسالته معذبة وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان فالكثير من الأشخاص ما زالوا يموتون يوما بعد يوما في الشرق الأوسط فلنصلي من أجل الضحايا ومن أجل عائلاتهم ولنصلي من أجل السلام وأدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة وفلسطين وإسرائيل وأطلاق سراح الرهائم والسماح بوصول المساعدات الإنسانية ودعا كذلك إلى الصلاة من أجل جميع الشعوب التي تعاني من الحروب ترجمة نانسي قنقر